السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أرجو من الله أن الجماعي يكون بخير وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا صوبك تعذاب اللهم أمين يا رب العالمين بسم الله وعلى بركة الله الفيديو بتاعنا النهاردة هو وصفة من الوصفات الجميلة جدا اللي كتير من الناس بيحبوها وأكتر حد عرفها هم المصريين البتنجان المخلل أو زي ما تقولوا كده يعني نرقي شوية ونقول ايه المكدوس على الطريقة المصرية طبعا الكرتونة دي أنا جبتها من سوق الخضار في الخميس ب20 ريال بسم الله ما شاء الله طبعا يا جماعة الوصفة دي أنا بفضل فيها البتنجان اللي شوية طويل وتخين شوية عشان يدينا لحم كده ويبقى طعم وحلو محتاجة ان انا حش الحتة الخضرة اللي فوق دي خلي بالكو ما ينفعش نحشها بالسكينة لا لازم نحشها بإيدنا كده نسمي ونتوكل على الله وهي هتطلع على طول يعني طبعا محتاجة ان انا اخده تحت الحنفية واخسله غسلة كويسة جدا ونشوف هنعمل في ايه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طبعا هنا أنا غسلته غسلة كويسة جدا وحطيته طبعا ما فتحتوش خالص ولا اي حاجة وزي ما قلتلكم نحشه بإيدنا ما ينفعش نحشه بالسكينة عشان ما يسودش طبعا اغلب المطاعم احنا بنكل البتنجان ده فيها بصوا بيبقى كده يعني حاجة ايه اخر جمال للمعلومة برضو وللأمانة المطاعم بيحطوا معاه لون احمر وهم بيسلقوه احنا هنا بقى مش هنحط لون احمر عندنا جدر في مية عادية من الحنفية هننزل بما يعادل معلقة بملح وهنسمي ونتوكل على الله بدل اللون الاحمر هنستخدم ايه هنستخدم الشمندر او البنجر الاحمر اول حاجة صحي تاني حاجة هيدين لون احمر جميل اه شوفوا خلاص حتى ايدي جي عليه احمر اه ده طبعا حاجة صحية احنا بعيد عن الالوان الصناعية والكلام ده خالص هنسمي ونتوكل على الله وننزل بالبتنجان بتاعنا ونحطه على النار اه لحد ما يغلي بعد ما يغلي نعد خمس دقيق بعد ما يغلي ونشيله نشيله من المية اللي بتغلي ليه بقى لانه هيقعد عندي في التلاجة فترة انا مش عايزة مهتري لأ عايزة كده يعني ايه ماسك نفسه طبعا زي ما انتو شايفين هو الجدريا دوب على اه اللي انا حطيته طبعا لسه باقي هحطه بعد ما طلع ده نعم لكمية ما شاء الله بسم الله ما شاء الله من اجمل المقبلات اه مقبلات فتح للشهية جميل بسم الله ما شاء الله اه دي الحتة اللي وقعت مني وانا بعمل غسلتها وسميت وحطها برضو فيش اي مشاكل تمام كده اه هو طبعا الغطة ينزله تحت لو الغطة ما نزلهش تحت ممكن تحط عليه طبق بس الغطة ينزله تحت هنا خلاص بدأ يغلي زي ما قلتلكم بعد ما يغلي اه حسيبه خمس دقيق بالضبط وشيلوه ما نفعش تسيبه اكتر من كده لو لاحظته الميا بدت تحمر طبعا ده من الشمندر او البنجر اللي احنا حطناه وطبعا ده مادة طبيعية جميلة هتدينا طعم وهتدينا لون احمر جميل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اه احاول بيني الحين والاخر ان انا ايه انزله كده احرقه يعني اقلبه اجيب دي هنا اود دي هنا كده يعني عشان كله ايه وفوقت واحد طبعا زي ما قلت لكم الغطب ينزله تحت نشوف الدقة اللي هنعملها للبتنجان بتاعنا عندنا بص كوكتل من الفلفل عندنا فلفل هندي عندنا فلفل بلدي عندنا فلفل احمر بسيط عندنا واحد احمر حر عندنا فلفل صغير حر جدا عندنا ليمون عندنا قصبرة خضرة عندنا خل هي دي الدقة اللي هنستخدمها في البتنجان مخلل بتاعنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك محتاجة ان انا افرم كل الحاجات دي في الكبة او في الخلاط انا هفرم في الخلاط عشان الناس اللي ما عندهاش كبة تكونوا الامور سهلة عليها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ايواء اللهم طبعا هعصره مش ها وطبعا اساسي التوم عليش هننسيته في الاول بس اشارت راس توم كاملة وحطتها معهم هحط كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي في الخلاط الا القصبرة القصبرة هحطها في الاخر خالص عشان ما تتفرمش مرة عندي خلاص هنا بستو اهو خلاص على وشك يعني ديها وحدة وهبدأ اشيله من المياه اللي بتغلي شفتو خلاص هو كده كويس بسم الله ما شاء الله شفتو اهو خلاص زي ما قلتلكم انا مش محتاجة مهتري لانه هيقعد عندي في التلاجة ممكن اسبوع ممكن شهر يارب يقعد عندك سنة مش هيخرب ان شاء الله عندي الحاجات هي حطتها في الخلاط هحط بما يعادي الكاسة يعني بيالة صغيرة من بتاعت الشاي قلوا نص كاسة كاسات العصير نص كاسة خل نص معلقة بابركة نص معلقة ملح مع كمون مع كصبرة ده كله مطحوم مع بعضه اه بتاع دي الكصبرة الخضرة دي مش هحطها دي الوقت بعد ما كل دا يتفهم هحط الكصبرة دي الخلطة بتاعتي طبعا يعني جات خضرة زيادة شوية والمفروض يقع عندي فلفل احمر زيادة بس عادي مش مشكل المهم الجوهر مع لكم الشكل هتطلع هتطلع طعمها جميل ده البتنجان بتاعي اول دورة انا حطيته شلته هسمي وتوكل على الله وافتحه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي شوفوا من جوه ابيض وزي الفل لو فتحناه وسلقناه هيجينا اسود زي الاشرة بتاعته احنا عايزينه ابيض فدي احسن طريقة عشان يجي معنا البتنجان ايه ابيض وجميل بسم الله ما شاء الله هفتحه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده طولي بسم الله وعلى بركة الله وزي ما قلتلكم انا مش محتاجاه تري لانه هيقعد عندي في الدقة شوية فكل مكان ماسك نفسه هيجيني حلو وطعمه ولذيز ان شاء الله انا حب اسميه المكدوس على الطريقة المصرية هو المكدوس بتاع اخواننا السوريين برضو جميل وحلو بس بيختلف ان هم بقى بحطوا فيه مكسرات وحاجات كده ايه تختلف عننا احنا خالص بسم الله ما شاء الله هنا هسمي وتوكل على الله واخد من الخلطة بتاعتي بما يعادي المعلقة مش مليانة قوي على قد ما تاخد معلقة كده وقام احط جوه داخل كل بتنجانة معلقة معلقة زي ما انتوا شايفين طبعا المصريين بسم الله زي ما قلتلكو انتو لو عايزين يجي لونه الدقة يجي لونها بس احمر شوية حطوا فيلفل احمر اتنين او تلاتة انا ما كانش عندي غير واحد للامانة برضو وزي ما قلتلكو عادي احنا بندور على الجوهر مش على المظهر المهم الطعم ها 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 احلى حاجة ان انا بسجع نفسي بصوا ايه وبمشي الامور زي ما انتوا شايفين احط في كل بتنجانة معلقة في كل بتنجانة معلقة زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما قلتلكو يا جماعة البتنجان ده طعمه جميل جدا تحفة هو يقدم مع الاكل مقبلات فتح للشهية حتى ما بنروح مطعم بيقدموه مع السلطات والمقبلات في الاول عشان هما يعني باعتبروه فتح للشهية بسم الله ما شاء الله طبعا عندي بقيت بقيت الخلطة بقى مني شوية شوفوا بقى الحرقة دي مهمة جدا هاخد بما يعادل كده مغرفة بسم الله كمان واحدة احطها على الخلطة اللي انا حشيت بها البتنجان بتاعي وقلب ده كله ببعضه الحرقة دي جماعة مهمة جدا 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 وبصوا هتنفعنا بقى في التخليل بسم الله وعلى بركة الله عملت الكمية اللي عندي كلها كلها حشيتها اللهم بارك كل واحدة في قلبها كده معلقة بسم الله ما شاء الله معادش بقى غير اننا نحطها في علبة عشان نحطها في التلاجة عندي العلبة دي هسمي وتوكل على الله علبة كبيرة بس عشان الكمية كبيرة مش كل يوم ها عودة عملي يعني يوم مرة واحدة ممكن ادي الحد منها برضو بسم الله وعلى بركة الله اول واحدة كده زي ما انتم شايفين تاني واحدة تلت واحدة كده حدق بقى رص بشكل ايه بشكل شوية يعني طولي او بالعرض زي ما تيجي معانا عادي خالص بسم الله ما شاء الله اللهم بارك هرص كده شوية وكده شوية زي ما قلتلك وزي ما تيجي معايا هرص عادي اجي بقى بعد ما رص اول طبقة اعصر عليها ليمونة الليمون يا جماعة بيديها نكهة عالية جدا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طبعا شفتوا المية دي اللي انا خدتها مطرح ما سلقته ميت الشماندر وكده هحط شوية مش كتير بس شوية بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بسم الله ما شاء الله هرصوا بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي لحد ما كل الكمية اللي عندي احطها في العلبة طبعا انا عملها ملح خفيف لاني عارفة انه مع الوقت يعني هتتملح وكده برضو احنا بنبعد عن الملح الملح يا جماعة مضر يعني نقلل منه هنكسب صحيتنا ان شاء الله بسم الله ما شاء الله ما قلوكوش عن الريحة الطعم لسه ما كلتش منه للأمانة لازم اسيبه يوم اقل شيء بعدها ناكل منه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ابدأ احط بقى الدقة بتاعتي على البتنجان كله زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله الريحة تحفى ده عايز كشري اصفر كشري اسكندراني اصفر وانس الدنيا بسم الله ما شاء الله شوية زيت بقى ده ايه الزيت ده بيدي له لمعة كده وبيحفظ عليه برضو كده كده جماعنا هسيبها تبرد حوالي ساعتين ثلاثة اربعة برا التلاجة احنا عندنا تلجى اصلا وفيما بعد في المغرب كده حطها جوه التلاجة فرف من قرف في التلاجة في التبريد العادي مش التبريد القوي لا التبريد العادي وهي دي كانت طريقتي في البتنجال المخلل او المجدوس على الطريقة المصرية اتمنى انها تعجبكم ولو عجبتكم يعني مجدع منكم كده ايه فضلا وليس امرا حطوا لايك لهم معبود بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اتمنى برضو ان الطريقة تكون سهلة ويعني حاولت ان انا صرع الفيديو بقدر الامكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته